مباراة مهمة جدا وزي ما بقولوك وزي ما طمننا زي مننا كريم أحمد لسعادات على القدم وصاك وأكيد كل الشكر كل الشكر لطبعا سفارتنا وسافرنا في أغندا على مجهود كبير جدا وطبعا أكيد كابتن سامر عدل وكابتن سرعب حفيز عامليه مجهود كبير جدا وما ننساش أن رئيس البعثة طبعا المهندس خالد مرتجي مهندس خالد مرتجي عنده خبرات كبيرة جدا في التعامل في المواقف دي والتواجد وأكيد لدور كبير جدا جدا مع بعثة النادي الأهلي نقاط سريعة حابب أتكلم فيها كده وفقا للأجواء اللي احنا متعايشين فيها والظروف اللي موجودة في الوسط الرياضي وده هيكون محور حديثي مع الأستاذ خالد تريبي في الفقرة التانية وهيكون معاه الفقرة الأولى طبعا كابتن الكبير الكابتن أحمد أبو مسلم في مصرحية هزلية بتعرض على شاشات الوسط الرياضي المصري عنوانها نهيئكس مصر أحاديث وكلام كتير من هنا ومن هنا هنلعب هننساحب لا أكذا عايزين أجنابي عايزين مصري فيلم قديم وهابط ومسلسل لا يستحق الاستمرار لأن أنا بقول لك وهذا الكلام أنا بقوله بشكل شخصي إن المباراة في معادة محدش هنساحب الفريتين هيكونوا موجودين في الملعب حكم مصري فيش أي حاجة والدنيا هتمشي في مباراة كرة قدم عادية وما كانت داعي للنوجة اللي حصلت دي ولا اتحاد الكرة يعني هي نقطة بسيطة بحدة يعني إن انتحاد الكرة يقول إن في حكم أجنابي وبعدين يتراجع وبعدين إيه قصة في حكم أجنابي يعني إيه قصة يعني إيه قصة إن يكون في حكم أجنابي إيه المشكلة وطالما أنت كالتحاد كرة وافقت إيه المشكلة وليه القصة دي كلها لكن في الآخر بقول لكم كله هيشارك وكله هيبقى موجود وفيش حد هنساحب يعني لسه من سعة أو حاجة في نا переゞ الزمالك بيتكلمه على الانسحاب ولسنا الزمالك بيتكلم على الانسحاب وانه هو مش عايز فيه اتنين طبعا حكام مرشحين كابتن محمد فاروق وكابتن محمد معروف وكان طبعا كابتن محمد الصباحة مرشح لكن هما الاخرب كابتن محمد فاروق وكابتن محمد معروف نادي الزمالك قالك مش عايزين محمد فاروق احنا مش عايزين محمد فاروق رغم ان كل الناس لما تيجي تتكلم تقولك ان نتائج نادي الزمالك كويسة معكابتن محمد فاروق وده ليس تقليلا من الحكم لكنه حكم مميز جدا لكن النهاردة كل واحد بيضغط على التحكيم زي ما هو عايز يا ريت بيضغط على التحكيم بس بالتصراحات العادية لا ده في المباراة بالصوت العالي وزي ما انت عايز والفاظ والكاميرا بيجيب كل حاجة وكله عامل نفسه مش شايف وفي الآخر يقولك الحكم الضحية طيب ما تشوف الحكم بتاعك ضحية مين أما انت ما بتعرفش تحمي الحكم بتاعك من اللي بيحصل له في الملع وترجع تقولك هدي الحكم مصر وهديله مسئولية ما انت مضحي بيه ما الناس عام تقولك عايزينه ومش عايزينه وتعلن اسم الناس تعترض والناس تقولك طب ما ده بيهدد بالانسحاب ما انا كمان هدد بالانسحاب ايه يا اخوان جماعة لازم يبقى فيه نظام أكتر من كده وسيستم هل الاندية دي معاها حق انها تتكلم عن التحكيم هل معاها حق ان التحكيم مش كويس التحكيم كويس طب ايه اللي بيحصل هل دي الضغوط الحكم اللي هينزل هيبقى متأثر لان الفرقة فرقة من اللي مشاركة سموحة بتقولك مش عايز تحكيم مصري خالص وفرقة اخرى الزمالك ايه قالتلك مش عايزة محمد فاروق كله بيضغط مين في الاخر هيحاسب على الفاتورة هو الحكم ده مش بشر مش متابع اللي بيحصل مش كل حاجة بتتوصله مش كل حاجة بتوصله هل هيبقى عنده القدرة للثبات في هذه المباراة انا واثق في الحكام المصريين وكل حاجة بتاعة لكن ده اتحاد الكورة ما قدرش يخلي حكم مصري اللي هو جهات جريش اللي هيحكم كاس عالم يحكم اهل وزمالك ما قدرش ما قدرش عايزة اقول لكم ان المصرحي الهزلية دي في الاخر في الاخر الاتنين اللي عاملينها بيكلموا بعض في التليفون عادي عادي خالص وكان بينهم مكالمة النهاردة الفجر بيقولوا لازم تقول علي كذا ان انا كبرت ومسك اللجنة الرياضية في مجل الشعب وسن كبير قالوا هطلعت كده فيه حواريك كتير جدا لكن في النهاية واضحة انها مصرحية هزلية ونهاية السطار هتكون المباراة في موعدها وفي مكانها وبحكام مصريين محدش هينسحب او محدش هيقدر ينسحب ترجمة نانسي قنقر